الملكة القوية التي لبست ملابس الرجال واتخذت محظيين وأجبرت زوجها على أن يلبس ملابس النساء قادت الحرب ضد البرتغاليين في أنجولا لمدة أربعة عقود ومن اسمها نوغولا اتخذ هذا البلد تسميته عن الملكة الإفريقية أندي سوزا أو نيغولا نيزينغا نتحدث وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا من عرض الثقافة ندعوك طبعا عزيز المتابع إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الأعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله كانت نيزينغا ابنة الملك ماباندي نيغولا ولقد عاشت خلال فترة شهدت نموا سريعا في تجارة الرقيق ليصبح هدفها الأول بعد أن تربعت على العرش هو حماية شعبها من الاسترقاق والوقوف في وجه المستعمرين البرتغاليين ومن أجل ذلك فلقد راوحت نيزينغا حكمها بين حرب وفترات من السلم عاشت ما بين 1583 و 1663 أي أنها عاشت 81 عاما وتعتبر واحدة من أشهر النساء الأفريقيات في التاريخ غير أن نيزينغا لا تشتهر فقط بقوتها السياسية وإنما تشتهر بأنها مرأة فرضت نفسها كحاكمة لمجتمع لا يقبل سلطة النساء ليس هذا فقط ولكي تثبت نيزينغا بأنه لا فرق بينها وبين أسلافها الذكور قامت حقيقة بارتداء ملابس الرجال وتيجانهم وأجبرت زوجها على أن يرتدي ملابس نساء وليس هذا فقط فلقد ذكر عدة مؤرخون وكتاب ومن بينهم درابر الذي تحدث عن البلاط الملكي لنيزينغا سنة 1668 بأن هذه الملكة كان لديها بين 50 و60 محذيا يرتدون جميعا زي النساء وطبعا لم يكن زوجها أو محذيوها من الشواذ أو المثليين وإنما كانوا رجالا عاديين أجبرتهم ملكتهم على ارتداء هذه الأزياء حتى تكرس سلطتها وقوتها وأنها لا تقل عن الرجال أبدا أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو سبق وأن نشرنا فيديو مفصل عن نيزينغا نتمنى أن تكون هذه المعلومة الجديدة قد أفادتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة تحياتي أنا فرداوس حفظ الرشيد إلى اللقاء